اشتركوا في القناة يكشم يفهم وروحك يعلم تجم بكلامك ما أحلى مكان جوقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليها يا ربي كسابك عيني تشوفك ويلمسني صوتك حضورك وسرتك فعمري بان أهلا بكم مشاهدنا الكريم لا يوجد في كل الكتاب أقرب لقلوب المؤمنين في كل الأجيال من تفر المذنين فيه نجد التلبات والتدرعات جنبا إلى جنب مع الأنشيد والترنيمات فيه نقرأ عن الذلات والضعفات كما نقرأ عن الأفراح والانتثارات فيه نقرأ عن تاريخ يشهد عن أمانة الله أيضا نقرأ عن نبوة تشهد عن قوة الله أدعوك عزيزي المشاهد أن تتابع معنا دراسة المذامير في برنامج فحثين الكتب لإمام المغنين على ذوات الأوطار لدود اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلب إلى صخرة أرفع مني تهديني لأنك كنت ملجأ لي برج قوة من وجه العدو لأسكنن في مسكنك إلى الدهور أحتمي بستر جناحيك لأنك أنت يا الله استمعت نذوري أعطيت ميراث خائف اسمك إلى أيام الملك تضيف أياما سنينه كدور فدور يجلس قدام الله إلى الدهل اجعل رحمة وحقا يحفظاني هكذا أرنم لسمك إلى الأبدي لوفاء نذوري يوما فيوما مزمور واحد وستين اللي اتقرى علينا بيبتدي بالصراخ في عدد واحد وبينتهي بالترنيم في عدد ثمانية ثمان أعداد بسهولة نقسمهم بكلمة سلاح أسمى المزمور النصين فأول أربع عداد بيتكلم في فكرة وآخر أربع عداد بيتكلم في فكرة بنشوف صراخ وممكن نسميه صراخ المنفي وبنشوف بعد كده ترنيم لاستجابة الرب بسبب صراخه صحيح المزمور مالوش عنوان يعني مقدرش نجزم إيه المناسبة لكتب فيها المزمور أو إمتى داود كتبه بالظبط لكن ممكن نستنتج من المزمور لو بصينا في عدد اتنين يقول من أقصى الأرض أدعوك وفي عدد ستة يقول إلى أيام الملك تضيف أياما هنفهم من كده استنتج إنه داود لما كتب المزمور ما كانش في أرشاليم مفيش مكان بعيد قوي ينقدر وعليه أقصى الأرض لكن هو ده شعور داود إنه مستحيل يرجع لأرشاليم يعني مفيش في الأصفار التاريخية اللي قرناها عن داود إنه داود بعد قوي عن أرشاليم دا ما حصلش حرفيا لكن حصل معنويا عند داود لأ نفسه أنا مستحيل أرجع إيه اللي يرجعني تاني لأرشاليم فبنوصل لاستنتاج إن هنا داود كان هربارن من أرشاليم ومستصعب إنه هو يرجع والفكرة دي بتاخدنا الفكرتين مشهورين زمانين هرف فيهم داود أيام شاول وأيام أبشلوم ابنه لكن عدد ستة بيقول إلى أيام الملك تضيف أياما وهنا اتكلم على الملك بدل ما كان بيكلم على نفسه بيشوف بيدي بعض لنسله لنسله اللي هيورس الملك بعد كده وأدرافها من دا قال الكلام دا بعد ما فهم وعد نسان النبي إنه هيكون ليه نسل وكرسيها يثبت فده يرجع مش أيام شاول لأن أيام شاول كان لسه نسان ما قالوش الوعد الداودي الوعد النسل لكن وعده كان عارفه أكتر أيام أبشلوم فعلى الأرجح هيكون المزمور دا كتب أثناء هروب داود بعد ملكه وفي الأرجح أيام أبشلوم بعشم بيقول له اثمع يا الله ثراخي واذغي إلى الثلاث ربما يكون بعيد عن مكان العبادة ربما يكون بعيد عن شركة المؤمنين لكن لا يمكن يكون بعيد عن الرب بيقول له من أقصى الأرض أدعوك حضرتك بتقول إنه تاريخيا ما بعيدش كتير ما رحش لأقصى الأرض لكن هو طالما بعيد عن المكان اللي الله بيجد فيه ثقناه بعيد بشبر ضي بعيد بمتر ضي بعيد بألاف الكيلو مترات هي بالنسبة له أقصى الأرض أدبياً ومعنوياً لكن هل هو بعيد عن عين الله اللي بترائب عن عينه اللي بتحرث عن إيديه اللي بتحفظ؟ لا يمكن اليونان وهو في بطن الحوت كان بعيد عن الله ولا الله استمع للثروخه وتدرعاته وتلباته وهكذا على كل واحد فينا أنه يطمئن أنه مهما بعيد لا يمكن يكون بعيد عن عين الله المراقبة ولا يوجد مكان مهما كان أبعد من أن تصل فيه صرختنا إلى الرب وبعدين الرب بيستجيب يعني هو هنا كان في البرية اللي وصفها بأقصى الأرض وماذا كان الرب بالنسبة له يقول عنه صخرة على التلاتة ملجأ برج قوة مسكن وله أيضاً جناحي الرب يعني متمتع بكل القوة متمتع بكل الحماية طالما الرب معي في هذه الظروف فأنا في أمان وفي سلام أفتك في مزمور 139 داود يسجل اختباره ويقول كده إن أخست جناحي الصبح وسكنت فيه أقاص البحر فهناك أيضاً تهديني يدك وتمسكني يمينك بمعنى زي ما فهمنا دلوقتي أنه لا يوجد مكان جغرافي أي كان على وجه الأرض الرب ما يطننش فيه إذا صرخت من جوف الهوية زي ما يونان قال في أصاح 2 الرب حيسمعني وهنا بيقول أدعوك إذا غشي علي دا بيفكرنا باللي جاء في يونان أصاح 2 لما يقول حين أعيت في نفسي ذكرته الرب ومرات كتير المؤمن بتجيله لحظات بيفشل من روحه يعني بيسترخي خلاص الأمور ما فيهاش أمل لكن شكرا لله لأنه في الحالة داية ما بيسبناش وبيشجعنا بيغيس المعيا بكلمة ولعديم القوة يكثر شد ما كانش فقط منتظر إن الله يديله حقه ويحطه في المكانة اللي تليق به لكن عشموا فيه كرم الله وفي إن الله لما يرفع مش هيرفع كاتب المظمور داود إلى المكانة اللي تليق بداود لكن إلى مكانة أعلى وأرفع من افتحققات داود أفهم كده لما بيقول في عدد اتنين إلى ثخرة أرفع مني تهديني وحلو قوي إن إحنا كمؤمنين نبقى مدركين إنه الرب عنده الأفضل لنا الأفضل مما نفتحق مش بيعملنا بحسب أمانتنا فقط لكن بيعطي فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتحق إلى صخرة أرفع مني تترجم إلى صخرة عالية يتعذر علي ارتقاؤها بدون مساعدة منك الصخرة موجودة بدون مساعدة من الله بالزود الصخرة موجودة لكن ربما أنا لا أستطيع أن أصل إلى هذه الصخرة لكي أحتمي فيها والحقيقة دا بياخدني إلى خدمة الرب يسوع اللي موجود لأجلنا في المجد هو أنا ممكن أعرف دا كحقيقة لكن مين كمان اللي يعمل فيه علشان أروح له وعلشان أحتمي فيه مين اللي ياخد بإيديا واصط ضعفي مين اللي شجع إيماني علشان أحط كل ثقة فيه هو مش بس موجود لكن هو كمان بياخد بإيدي علشان أصط فيه كتير في مزامير داود لما كان بيكلم عن الألم والضيق وكان بيلتج إلى الله كان بيلاقي سلامه في صفات الله وكان بيتغنى برحمته وبعدله بأمانته ببره كل دا جميل بس هنا داود ما عملش كده السبب اللي خلاه يروح يستنطي الله فعله التلاتة لأنك كنت لأنك كنت وهنا هو فاكر أنا فاكر يا رب أنت بالنسبة لي كنت إيه أنا عندي رصيد من الاختبارات دا اللي أنا مسك فيه لأنك كنت ملجأ ليه ملجأ ليه بكل ما معنى يعني فيه خطر برا الملجأ وفيه أعداء حوالي وفيه ناس عايزة تقتلني بس أنت كنت ملجأ ليه كنت برج قوة من وجه العدو العدو كان موجود نفس الوضع بالزبط بس أنت كنت ليه برج قوة من وجه العدو عشان كده أنا أواصك إنك هتهديني وهنا أنا أقدر أقول باركي يا نفس رب ولا تنسي كل حسناته كتير بننسى ورب يساعدنا إحنا ما ننساش داود الأنقاذه هنا إنه افتكر التعاملات الماضي الكتيرة جداً مع داود واللي كتيرة جداً معنا بس رب يساعدنا إحنا نفتكر نفتكر إحسنات الله السابقة معنا عدد أربعة في آية جميلة بتقول أحتمي بستر جنحي ولو قلبنا صفحة واحدة ووصلنا إلى مزمور تلاتة وستين الآية سبعة بظل جنحيك أبتحك وكأن الجناحين بتوع ربنا بيدون حكتين مهمين جداً الحماية والابتهاج وده بياخد فكرنا إلى مزمور جميل مزمور واحد وتسعين بنشوف فيه الأمرين دول لما يقول في عدد أربعة من مزمور واحد وتسعين بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحت أمي إيه الخوافي دي الريش الرفيع الناعم اللي تحت الأجنحة القوية وكأن الريش الناعم ده بيدي للفراخ الصغيرة دفت بيستمتع بحنان الأم أو بحنان النسر الكبير وجميل إن احنا بنحتمي أيضا بنبتهج بالخوافي الصغيرة دي المكان المفضل للطفل في حض أمه ونفس الحكاية كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا لكن مش بس لنا الأم لكن لنا الأب الذي تحت أجنحته نحتمي فبالنسبة لنا الرب هو الأب وهو الأم الأب في كل ما يستلزم القوة والحماية لنا والأم في كل ما يستلزم التعزية والشفق الجميل إن داود ما نقلش التشبيه دا من حد لكن هو ثقة تفلاه بالنسبة له أشعره بالإحساس دا أنا أخش تحت جناحاتك ولما جي الرب اللي يقول المعجد في عهد جديد صادق على الفكرة دي قال أنا كنت كده فعلا يا داود وأنا بشبه نفسي كالفراخ اللي عايزة تجمع أولادها بنشوف إنه داود عشى مفلاه تلعف محله والله فعلا كان كده كان ليه جناحات يقدر ياخد أولاده إلى أيام الملك تضيفه أياما دا حصل معاك يا داود أه طبعا في أثناء هروبه من أبشلون كنا توقعنا إن ملك داود إلى هذا الحد انتهى لكن الرب أضاف إلى ملك داود أياما هل حصل بعد داود أه برضو مع حذقيا لما أشعي قال له أوثي بيتك لأنك موتا تموت توقعنا إن دي نهاية حكمه وملك حذقيا لكن الرب بمراحمه أضاف إلى الملك أياما لكن حتى أنه يقول ثنينه كدور فدو يجلثه قدام الله إلى الده هنا نروح قدس عاوز ياخدنا لأبعد من داود وأبعد من حذقيا ياخدنا إلى رب داود ورب حذقيا اللي ملكوته لا يزل هو بيبني هذا الكلام على العهد اللي الرب أقامه معاه لنصه موجود فيه صمويل الثاني سبعة من جهة حياة داود ومن جهة نسله مستقبلا وبعد كده من جهة العرش عبر داود عن ابتهاجه بهذا العهد في صمويل الثاني تلاتة وعشرين لما قال عن الرب لأنه وضع عليه عهدا أبديا متقنا ومحفوظا في كل شيء في وقت الأزمات اللي زي كده ووقت التهديد كان يرتكن إلى عهد الله وهو دا اللي كان بيملأ قلبه بالسلام يأكد كلامك كلمة يجلثه بمعنى يعتلي العرش والملوك بيحتفلوا بعيد تجليثهم فكلمة يجلثه أي يعتلي العرش في عدد خمسة وداود بيصلي بيقوله لأنك أنت يا الله استمعت نزوري وبتخيل داود كان عنده أشواء تجلسية دا رب رب أنا نفسي نفسي أعمل حاجات كويسة أنا نفسي ونتشايف أشوائي الحقيقية كي أنه بيقوله لا تقبضني في نصف مش عايز أمود دلوقتي بعد كده افتكر أنه هو بش هو اللي هيدلي لله نزور في الله يقوله أعطيت مراسخ إيه في اسمك دا أنا أخدت أكتر بكتير من أنا هدي منتهم مزمور في عدد التماني هكذا أرنم لسمك إلى الأبد لوفاء نزوري يوماً في يوماً أنت عملت اللي عليك وأنت عملت الجزء بتاعك أنا لسه بقى جزء بتاعي أنا للي نزور كتير يمحتاج أو فيه أنا للي شغل كتير عايز أعمله بس يوماً فيوماً هكذا أرنم لسمك إلى الأبد أنت كنت أمين معايا وفعلاً جعلت رحمة وحقاً يحفظاني لوفاء نزوري أنا بقى يوماً هنا داود عايش بتوجه تكريس للرب أنا أخدت كتير قوي منك وأنت كنت أمين سعيدني أن أنا أفضل أنا كمان أمين معاك وأقدر أوفين زوري لإمام المغنين على يد ثون مزمور لداود إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي إنما هو صخرتي وخلاصي ملجأي لا أتزعزع كثيراً إلى متى تهجمون على الإنسان تهدمونه كلكم كحائط منقد كجدار واقع إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه يرضون بالكذب بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون إنما لله انتظري يا نفسي لأن من قبله رجائي إنما هو صخرتي وخلاصي ملجأي فلا أتزعزع على الله خلاصي ومجدي صخرة قوتي محتماية في الله توكلوا عليه في كل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم الله ملجأ لنا إنما باطل بن آدم كذب بن البشر في الموازين هم إلى فوق هم من باطل أجمعون لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبه مرة واحدة تكلم الرب وهاتين الاثنتين سمعت أن العزة لله ولك يا رب الرحمة لأنك أنت تجازل إنسانا كعملي بحب المذامير اللي مقثمها روح بحب كل المذامير لكن المذامير اللي مش بغلب في تأثمها أكيد بتكون لها غلاوة المذامير اللي فايت واحد وستين كان ثمان أعداد كل أربع أعداد قسم المذامير اثنين وستين اثناشر عدد كل أربع أعداد قسمة فهو ثلاث أقتام الأعداد من واحد لأربعة ثم وقفة الأعداد من خمسة لثمانية يليها وقفة أخيرا الأعداد من تسعة لثناشر كل فقرة من الفقرات الثلاثة بتبدأ بكلمة إنما وإنما هنا التوكيدية أي حقا وباليقين حقا وباليقين انتظرت الله في الماضي ووقف بجانبي حقا وباليقين أنتظر الله الآن في هذا الموقف الحرج ومتيقن من وجوده معي فأتكل عليه حقا وباليقين لا أتكل على بني البشر ولا أتكل على الباطل ولا أتكل على الغنى ولا أتكل على أي شيء إلا الله هذه هي أقتام المذمور التلاثة يقينا إحنا إحنا لحظنا وإحنا بندل السفر المزمير قدي بيركز على إن البشر كذبين ما أعتقدش إن نكون بنقرأ بوعي وبفهم ومخدنش بنا من هذا الأمر وهنا في المزمور ده برضو مثلا في عدد أربعة يرضون بالكذب وكمان مرة تاني إنما باطل بني آدم كذب بنوا البشر في الموازين هم إلى فوق قدم الإنسان بيستسهل الكذب وبيعتبر روحه شاطر لما يجدب قدم الله بيكره الكذب وقدم العهد الجديد بيكلمنا على داينونة مؤكدة على جميع الكذب على من يحب ويصنع كذبا الله بيكره الكذب خلونا نقررها وبعدين كل واحد يعني يتخذ موقفا بناء على هذه المعلومة المؤكدة أن الله يكره الكذب عايز تكمل في أنك تحب الكذب وعارف أن الله بيكرهه أنت النادمان في النهاية لأن الله هيحضر كل عمل إلى الدينونة وليس أبدا حيستسل الكذب لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدير زي ما حضرتك زكرت يا خسامة أني المزمور بيتميز بكلمة إنما لا تعني حقا أو بالتأكيد أقدر أقول كمان أنه يتميز بكلمة خلاصي اللي اتكررت أربع مرات في عدد واحد واثنين وستة وسبعة كلمة خلاصي جاءت في سفر المزمير سبعتاشر مرة عن الله خلاصي منهم أربع مرات في هذا المزمور هو أكثر مزمور وردت به هذه الكلمة كمان في عدد اتنين يقول لا أتزعزع ويجي في عدد ستة يقول لا أتزعزع لو حطيت المفردات دي مع بعضها أقدر أحط عنوان لهذا المزمور إنما الله خلاصي فلا أتزعزع إنما بالتأكيد الله خلاصي فلا أتزعزع كمان لما يتكلم عن الله في عدد واحد إنما لله انتظرت نفسي إنما لله وحده في عدد اتنين إنما هو وحده في اللغات الأخرى كده فعدد خمسة إنما لله وحده يبقى عايز يقول لنا إنما لله وحده هو الذي هو خلاصي فلا أتسعصي أنا بحس إنه داود شايف إن الله ده بتاعه لوحده حاسس إنه مستمتع بيه بيكلمه كتير قوي قوي في علاقة قريبة جداً بالله وشايف إنه ده الله من قبله خلاصي إنما هو صخراتي وخلاصي ياء الملكية متقررة كتير جداً في المزهور ده وكل كلام عن الله بينسيبه داود لنفسه بناء على كلام ده عشان كده أنا هستنى مش معنى إن الله كده معنى إنه مش يحصل مشاكل مش معنى إنه الله في صفي فنعيش الحياة السهلة اللي مفهاش ألا لا ده معنى إنه أنا هستنى الله حتى لو فيه ظروف صعبة وظهر لي حاجات تانية ممكن أتاكل عليه حاجات فيها الحلو فيها المش حلو يعني ممكن البشر عموماً ملعون من يتاكل على زراعة بشر هنتاكل على مين مين اللي أقدر أستند عليه فعلاً لكن قالك حاجات كمان وحشة ممكن ناس تكرارها زي الظلم وزي حاجات مش حق قالك أنا لده ولا ده يلزمني لأنه أنا عندي اللي يكافيني فطلع بتعليم أنا الله ده هستنى لغاية لما هو يخلص وفي عدد واحد وعدد خمسة نفس الأيام اتكرارها مع فارق بسيط زي من أخو قسامة كان بيقول في عدد واحد بيتكلم عن الماضي وفي عدد خمسة بيتكلم عن الحاضر وشكيا في عدد واحد بيقول إنما الله انتظرت نفسي من قبله خلاصي وده اللي استمتعت بيه في الماضي ولأنه هو خلاصي في الماضي في عدد خمسة إنما الله انتظر يا نفسي لأنه من قبله رجائي وده الفرق إنه خلاص الماضي بيديني رجاء في الحاضر فبيقول نفس الصفات عن الله اللي هو كان خلاصي هو دلوقتي رجائي لأنه رجائي فانا هستنى برضو لوحده الأعداد اللي حضرتك بتشير إليها واحد واثنين وخمسة وستة بمثابة قرار لهذه الترنيمة وانت أشرت لفرقين وأشير أنا للفرق الثالث الفرق الأول اللي أشرت ليه انتظرت وانتظري ده الماضي والحاضر خلاصي ورجائي ده الفرق الثاني لكن الفرق الثالث أقول إنه نفي الكثرة ليس معناها نفي المطلق فلما بيقول فلا أتذعذع كثيرا معنى كذا أنه أنا كانت خبراتي واختباراتي مع الله على قدها فكان فيه تذعذع لكن مش كثير لكن المراتي بعد ما رصيد اختباراتي يا ذايد ما بيقولش في عدد ثتة لا أتذعذع كثيرا لكن يقول لا أتذعذع ودي بمثابة نفي المطلق عدد 11 وتعليق مزدوج مرة واحدة تكلم الرب وهتين الاثنتين سمعت أن العزة لله الناس بتنسب العزة والقوة لله وهذا حق لكن إذا كان مرتين سمعت أن العزة لله فدعني أقول ثلاثا سمعت أن القداسة لله أو أن الله قدوس شعي أصحى سدة قدوس 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 حلو وصعر إننا نقول إن الله هو العزيز هو القوي آه لكن دعنا لا ننسى أبدا أنه القدوس وبدون معرفة قداسة الله لن نعرف الله ولن نفهم المسيحية لن نفهم لماذا الصليب لماذا الله ارتأى أن يكون حل مشكلة الخطيئة بهذا الإسلوب الإجابة لأنه قدوس التعليق الثاني مرة واحدة تكلم الرب وهتين الاثنتين سمعت أن العزة لله بمعنى أني أستمع إلى هذا الأمر مرتين أستمع بأذني وأستمع ثانية بقلبي جميل إنه يكون عند الودان اللي تسمع وأسمع أن العزة لله لكن ليه مرتين لأني أحتاج بعد أن أسمع بأذني أن يصل الكلام إلى قلبي وأعلم يقينا أن القوة لله بالمقرنة بالله جاب الإنساء للبشر وحطهم كلهم في حتة واحدة في الأول إنما باطل بنو آدم مين بنو آدم؟ كل البشر ما كلهم بنو آدم كاذبة بنو البشر في الموازين هم إلى فوق أحياناً في حد بيستخدم الآيات دي غلط في الموازين هم إلى فوق يعني جبت ميزان وحطيت موازين هتلاقي البشر كلهم طلعوا لفوق أي موازين هتبقى أتقل من البشر البشر ولا حاجة وداود فاهم كده كويس فاهم أنا هتكل على مين؟ هتكل على البشر اللي هم في الموازين خفاف قوي وبيطلعوا لفوق؟ لا مش جول اللي هتكل عليهم أنا لي يا إلهي اللي يكافيني إن أنا ما روحش لبشر أشار الأخ يوثف لبان والبشر دول إنهم كذبين بث هنا مش بث الكد ده فيه كد ورياء وظلم وكب رياء الكدب واضح لكن الرياء لما بنشوف عدد أربعة بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون ده رياء وبنشوف الظلم لما يقول في المواذين هم إلى فوق هم من باطل أجمعون لا تتكلوا على الظلم لا تثيروا باطلا في الخطف فهم ظلمة وبنشوف الكبرياء في لما بيزيد الغنى ويضعوا قلوبهم على الغنى فإحنا بنشوف كدبهم وظلمهم ورياءهم وكب رياءهم دي طبيعة بني البشر أفتكر في العهد الجديد برضو أكد لنا إن لما يزيد الغنى ما تحطش قلبك عليه ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحيطي مثوس الأولى ستة المزمور ده بيشجعني أن لا أتزعزع ولأي كمان في العهد الجديد وعود مشجعة وتحريضات على أننا نصف في الرب ولا نتزعزع على سبيل المثال في كورنسوس الأولى 15 أخيرا يا إخواتي كونوا راسخين في الإيمان غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب كل حين أيضا بيقول لنا في تسالونيك الأولى 3 أن لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات من عد في الضيقات لكن الرب يقدر يخلينا متمتعين بالسبات في وسط هذه الظروف يختم المزمور بلك يا رب الرحمة ويخبرنا الكتاب عن الرب أنه يرحم من يرحم ويترائف على من يترائف ولولا ما رحم ربنا ما كان يبقى فيه ولا واحد له نصيب في الله أو معاه لكن بعد كذا يقول لأنك أنت تجاذي الإنسان كعمله من لا يفتفيد من مراحم الله المقدمة ما لوش إلا دينونة لله ودينونته عادلة وبحسب عمل كل واحد لإمام المغنين مزمور لداود استمع يا الله صوتي في شكواتي من خوف العدو وإحفظ حياتي استرني من مؤامرة الأشرار من جمهور فاعل الإثم الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف فوقوا سهمهم كلاما مر ليرموا الكامل في المختفى بغتتا يرمونه ولا يخشوه يشددون أنفسهم لأمر رديء يتحادثون بطمر فخاخ قالوا من يراه يخترعون إثن تم مختراعا محكما وداخل الإنسان وقلبه عميق فيرميهم الله بسهم بغتتا كانت ضربته ويوقعون ألسنتهم على أنفسهم ينغض الرأس كل من ينظر إليهم ويخشى كل إنسان ويخبر بفعل الله وبعمله يفطنون يفرح الصديق بالرب ويحتمي به ويبتهج كل المستقيم القلوب المزمور اللي سمعنا دلوقتي نقدر نشوف أنه بيكلمنا عن موقعة صغرى وموقعة كبرى إيه هي الموقعة الصغرى؟ كل مؤامرات البشر علينا إنها موقعة صغرى هنا بيقول كده في عدد ثلاثة الذين سقلوا ألسنتهم كالسيف فوقوا سهمهم كلاما مرّا لكن فيه موقعة كبرى نرى عنه في عدد سبعة فيرميهم الله بسهم بغتة كانت ضربتهم ويوقعون ألسنتهم على أنفسهم يبايزا فيه موقعة صغرى وكلنا بنتعرض لها شر الأشرار لكن علينا أن نعمل حساب الموقعة الكبرى إن ما يكونش الله ضدنا لكن يكون الله في صفنا نريد أن نشوف في القسم الأولاني مثلا في عدد خمسة يشددون أنفسهم لأمر رديء يتحادثون بطمر في خاخ قالوا من يراه فكري وأنا بنقرأ الآية دا يطرح لدنيال الرجل الشيخ المحترم وهو جاوز التمانين يمكن كمان جاوز التسعين ويعملوا مؤامرة إنهم يرموه طبعا ما حدش شايفهم هم بيتحدثوا بطمر في خاخ حتى الملك نفسه اللي وقع على القرار اتاخد يعني ما كانش واخد باله كويس إن دا في فخ في الموضوع دا وطمر في خاخ لكن قالوا من يراهم والإجابة يراهم الله وعشا كده مين اللي اتضر من المصيبة اللي أرادوا أن يعملوها بدنيال مش دنيال دنيال ارتفع وارتقى ورفعه لأنه عرف اسمي لكن اللي اتضر فعلا هم يخترعون إثما تم مختراعا محكما لكن يرميهم الله بسهم بغتة كانت ضربته في مشابهة كبيرة ما بين مزمور خمسة ومزمور أربعة وستين وعدد الآيات تقريبا متقارب المزمورين كلاهما يبدأ بطلب الاستجابة للصلاة بعد كده وصف لي الأشرار وصف لي الدينونة ويتكلم في المزمورين عن الأشرار فاعلي الاسم الذين سقلوا ألسنتهم ويختم المزمورين بختام متشابه يعني في مزمور خمسة لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضى هنا في مزمور أربعة وستين عدد عشرة يفرح الصديق بالرب ويحتمي به ويبتهج كل المستقيم القلوب وما أحلى هذه الخاتمة أشار الأخ يوثف لموقعة ثهرة وموقعة قبرى الموقعة الثهرة فهم الأشرار الموقعة الكبرى فهم الرب وهنا بنشوف أنه الثهام كانت بتستخدم في القديم للحرب تكونها ثهام مجردة تستطيع أن تقتل لكن أوقات شر الإنسان يجعل أنه يخلي حد الثهم فيه ثم قاتل بحيث أنه الثهم حتى ولو جرح جرح بسيط بهذا الثم القاتل يثري في بدن الإنسان فحتى الثهم اللي مش متناش مضبوط يمتلك إمكانية على أنه يقتل إن لم يقتل جرحا يقتل ثم بشوف دي لما بيقول فوقوا ثهمهم كلاما مرا وهو فيه ثم قد اللي موجود فيه لثان الأشرار ثم الأطلال تحت شفاههم ورب علشان يضرب الأشرار بالثهم مش هيجيبه من بره هو بعينه نفط الثهم اللي أطلقوه الأشرار عرفت كده منين؟ عرفت كده من عدد ثبعة وتمانية لما بيقول فيرمهم الله بالثهم بغتة كانت ضربتهم إيه اللي هيجرى؟ يوقعون ألتناتهم على أنفسهم أي أن الفهم الذي يطلقه الشرير ليطيب البر هو بعينه اللي الرب هيطلقه على هذا الشرير دي ما شفنا وحضرتك أشارتي إلى دانيال تكرر في المزمور ده فكرة الاختفاء أو إنه حاجة تكون مطمورة أو مخفية ففي عدد أربعة بيقول ليرموا الكامل في المختفى بغتة يعني حتة مستخبية ومفادئة ده اللي هم ناويين عليه بعدين يقول يشددون أنفسهم لأمر رضيء يتحدثون بالطمر في خيخ زي ما كان الأخيز فيقول في خيخ مطمورة تحت الأرض ممش باينة فبسولة ممكن تصطاد قالوا من يراهم حسوا أنه محدش شايف ده الخوف داود وداود بدأ مزموره يا رب من خوف العدو احفظ حياتي يا رب أنا مش عايز أعيش في الخوف حتى لو أنت هتنكزني بس أنا خايف أنا فكرة الحاجة المستخبية والبختة اللي هتجيل ده مديني خوف إزاي أعرف أعيش وأنا فجأة في فخر مستخبي لي تخيل الأرض كلها ألغام وماشي أنا خايف بقولوا يا رب من خوف العدو احفظ احفظ حياتي وكان رد الرب رائع جدا طبعا زي كان الأخيز في تكلم هما موقعتين داود مش ولا واحدة فيه داود بيتفرق بس هما قالوا من يرانا رب قالوا انتوا بيستنوا أنا خليكم بقى انتوا الفرجة أنا أعمل منكم منظر بسبب شركوا وفسادكم يرميهم الله بسهم بغتة حقه حقه أنه يرمي بسهم بغتة الأشرار اللي بالحالة دي بس سهم ما بيخيبش ما بيخيبش رميت الله مش بتخيب وبعدين بيقول ينغض الرأس كل من ينظر إليهم كل من ينظر إليهم بينغض الرأس هما دول معقولة هما دول نفس القصة حصلت مع الوزراء بزرع دانيال ينغض الرأس كل من ينظر إليهم فبيقول ان هما في الأول لا يخشون في عدد أربعة مش خايفين بس جي بعد كده ويخش كل إنسان بعد اللي الله عمل وبعد موقعة الله بعد ما خلهم منظر وفرجة هيخش كل إنسان ويريت الإنسان يخشى الله من الأول لأنه ما فيش حاجة بعيد عن عينيه ما فيش حاجة بعيد عن إيديه هيقدر يرميه وسهمه مش بيخيب أحب أوضح عدد ستة يخترعون إسما تماموا اختراعا محكما وداخل الإنسان وقلبه عميق بيتكلم عن مؤامرات الأشرار يقول عنها أنهم أتقنوا تدبير خططهم بقلوب ماكرة حتى في نومهم يعني ممكن نفهم الآية بالمعنى ده أو ممكن نفهمها أني خططهم محكمة للغاية وبعدين هو يتعجب ويقول ما أمكر ما في قلب الإنسان ما هذا القلب اللي يقدر على تدبير مثل هذه المؤامرات لكن الرب تولى القضية بنفسه قلبهم عميق لكن الرب فحث القلوب ومختبر الكل تعبير بغتة يجي مرتين في هذا المزمور في عدد أربعة في المختفى بغتة يرمونه ولا يخشون وفي عدد سبعة فيرميهم الله بسهم بغتة كانت ضربته وده بفكرنا برضه بمثلا مزمور تلاتة وسبعين كيف صاروا للخراب بغتة اضمحلوا فنوا من الدواهي كحلم عند التياقز يا رب عند التياقز تحتقر خياله لكن يمكن كل اللي فات ده في الماضي لكن في حاجة جاي قريبة جدا في تسالونيك الأولى خمسة حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاكن بغتة كالمخاطر الحبلة فلا ينجون العالم مش هيستمر كتير على الوضع اللي احنا فيه وما ينفعش يستمر كتير واضح ان إفلاس حقيقي في كل مناحي الحياة وفي كل بلدان العالم وقريب جدا اللي ليه الملك حيستلم منقلبا 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 أجعله حتى يأتي الذي له الحكم جاي وبغتة حيصيبهم وتكون ضربته لما يوقع الرب القضاء الناس سوف تتعجب يعني ينغض الرأس كل من ينظر إليهم لما الرب هيقضي على بابل هيقولوا أهازه هي بابل لما الرب يقضي على الوحش الناس في الأول تعجبت من قدرة الوحش لكن في القضاء الالهي سيتعجب الجميع مما فعل الله مع هؤلاء الأشرار يبدأ المذمور بالشكوى ويختم المذمور بالفرح يبدأ اذتمع يا الله ثوتي فيه شكوي ونحب نوضح أنه فيه فرق كبير بين الشكوى وبين التذمر التذمر الله يكره التذمر بيعتبره تمرد والثذر من الشعب في البرية كان تذمر لكن الشكوى 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 الله يذتمعها ويذتمعها جيدا أنا دايما عندي موديل أشوفه لو عمل الحاجة تبقى طح لو ما عملهاش تبقى غلط والموديل بتاعنا هو الرب ليه كل المجل وهل الرب يتقال عنه أنه اشتكى فيه مذمور من ضمن المذامير المثيوية مذمور 102 عنوانه ثلاث لمذكين إذا أعيا وثكب شكواه قدام الله ففعلا من حق المؤمن عندما يواجه ظروف ضغطة أن يذكب شكواه أمام الله والله يذتمع لهذه الشكوى وبتكون نتيجة اتجابة الله فرح القلب والبهجة يفرح الثديق بالرب ويحتمي به ويبتهد كل المفتقيم القلوب هم مقطار وشددوا نفسهم لأمر رضيق فكرة مرعبة هم مقطار واتفقوا مش شددوا نفسهم للخير يا ريت لكن شددوا نفسهم لأمر واتفقوا مع بعض وداود لوحده بس بيقول الثديق يفرح بالرب ويحتمي به أنا ماليش حد أشدد حتى لو حدش شدد إيدي معاه أنا ما شفتش حد النفيع عني في المزمور ده ومعرفش هتك على إنسان لكن الصديك يحتمي به وهيفضل ده الكفاية حتى لو كتار والمشاكل أكبر مننا بكتير هيفضل الرب وحده في كل الكفاية لنا ويش بس كده يقولك اختراعا محكما لكن على مي ييجي في العدد تمانية يوقعون ألسنتهم على أنفسهم المثال البلد يقولك هو قاله كلام والكلام ده اتحقع عليهم هم والرب نجاه الصديق من فخاخهم في العهد القديم نرى مطاليب الله في التوراة ونرى فشل شعب الله في تحقيق هذه المطاليب في التاريخ ونرى من فيحقق مقاطد ومشهورات الله ألا وهو رب المجد في النبوات ندعوك لدراسة أدفار العهد القديم معنا في برنامج فحثين الكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر